السلام عليكم ورحمة الله هعمل معكم النهاردة يا بنات الطريقة المعتمدة ليا اللي انا بعملها من سنين لتخزين الملوخية بتفضل محتفظة بلونها الجميل وطعمها الروعة وما فيش حاجة فيها بتتغير نهائي يا بنات والسر في المعلقة دي ربقى معلقة كده على طرف المعلقة الصغيرة من مكون هقول لكم عليه دلوقتي باسم الله ما شاء الله يا بنات اللون اخضر زي ما هو وقال لكم زي تختاروا الملوخية الحلوة الملوخية الحلوة يا بنات القصيرة اللي جد لها احمر مش الطويلة الرؤياة اللي بتبقى مزروعة في الدرق ولما بقى ارطفها بسيب فيها حتة من العود كده علشان لما طبوخها يبقى فيها عرق يا بنات اخترح بايب الملوخية الصابحة الفرش لما تيق الفلاحي لما تيجوا تخزينوها لازم تبقى ورقيتها حلوة كده في طبقة عمق ده وبغسلها كذا مرة لان يا بنات بتبقى فيها طين انا جابا من الفلاحين وبتبقى ايه مش نضيفة خالص يا بنات تبقى كلها طين بغسلها كده كذا مرة كذا فم ويه بطلعها على فوطة او ملاية نضيفة زي ما انتم شايفين كده او خطوها على طبلية وتحتها تحت المروحة علشان تنشف بنات شفها وبعد كده يا بنات بحط شوية كده منها في الكب او في الخلاط وباسم الله ببدأ بقى ايه افرم الكمية دي طيب المكون اللي انا بحطه يا بنات علشان ما يغيرش لونها خلص يا بنات وتفضل عندي احدى من السنة للسنة في التلاجة طبعا انا بحط شوية شربة ما عندكوش شربة بحطه شوية مية دي بيه كربونات الصوديم يا بنات اللي بتتحط على الطعمية الكربونات واللي بتتحط على الطعمية ربع معلقة على طرف المعلقة الصغيرة بتاعت الشاي يا بنات ما تكتروش حط بقى ارنق واضربها حط ارنفلفل احمر ارنفلفل اخضر سبيسي وانتو بتضربوها لما تيجو تطبخوها يا بنات بتبقى طعمة وزي العسل بيه كربونات الصوديم يا بنات حب على طرف المعلقة ما بتضرش ومتعملش اي حاجة على فكرة يعني شان ما حدش يدخل في الكومنتات يقول لي بيه كربونات الصودي انا بحط حب على طرف المعلقة علشان تحفظ لي اللون الاخضر الجميل ما تسودش بسم الله اواريكو بقى سمكه يا دوب انا بحط فنجان من الشربة والشربة سقعة يا بنات اوه هتحطوا شربة سقنة شربة سقعة متلجة وبتبقى تقيلة بالمنظر ده ده اول دور بعد كده دي بقى الكمية زي ما انتم شايفين كده تقيلة بحط فنجان او مج من الشربة متلج يا بنات مش سقن بديلوا المية او مية عليها واحدة مرئة دجاج ماجي دوبوها فيها بعد كده بعبيها بقى في كياس تلاجة كياس دي كياس انتو تحبوا تخزنوها وبطلع الهوى منها وبخزنها بالطريقة دي انا مقتنعة بالطريقة دي مليون في المية يعني دي الطريقة اللي انا بحبها ومعتمدة عليها وطعم الملوخية ما بيغيرش خالص اما المنتشر على اليوتيوب اليومون دول يا بنات اللي هو طريقة ايه الورق بتاعها كده بعد ما بقسله وانشفه بحطه فيه اكياس كده حفظ واهم حاجة بتطلعه الهوى منه حبرومه كده علشان الهوى يطلع كده منه وبعد كده حرجع افرده دي يا بنات بتتحط في الفليزر على وضعها كده وبطلعها متجمدة على المنظر ده كده بطلعها متجمدة واكسرها وحطها في الكباب بس ليها عب يا بنات لو طلعتوها قبلها وقعدت دقيقتين بره بتفك وبتسود خلينا في المضمون وانتو ليكوا حرية الاختيار يا حبيبي وشوفوا انتو نفسوكوا في ايه الطريقة اللي انتو ترتاحوا فيها بسم الله بطلع كده الكيس يا دو بيفك يا بنات هو فيه تلك يعني هو فيه تلك لسه بحطه في حلة وحطها على النار والشربة يا بنات بتنزلوا بيها بالتدريج شوفوا بقى طريقة الملوخية الشربة بردة يا حبيبي علشان الملوخية ما تسقطش وبنزل بالملوخية كده بنزل شوري الشربة يا بنات بنزل بيها بالتدريج علشان انتو القوام اللي انتم حابينه ما بنزلش بالشربة مرة واحد عشان ما تبقاش خفيفة بالمنظر ده ما بتغليش على النار كتير هم غلوتين اتنين بس يا بنات وبعمل بقى الطشة بتاعتها والمضرب ده ما بيخليش فيها اي تكتلات في طوصة كده معلقة سامنة بلد كبيرة حلوة كده وعليها خمس فصوص طوم مهروسين بالهارسة او لو عايزينهم عشر فصوص اوكي ويا دبلونهم بيغير كده بنزل بمعلقة كبيرة من الكسبرة الناشفة يا بنات وبقلب دقيقة واحدة بس وبطفي وبحط الطشة عليها عايزين تشهقوا وانتم بتحطوا الطشة مش تشهقوا يعني بصوا هي بتبقى رائعة في كل الحالات يا بنات بسم الله مشاء الله كانت ملخية حلوة ملهاش حل يا بنات خزنوها على طريقتي والسلام عليكم